من وفرة في عيون ماء كانت بعدد أيام العام قبل عقود إلى مغاناة من جفاف الأرض والشجر ماذا حدث في الطفيلة ومياهها نره في هذا التقرير يستذكر أبناء محافظة الطفيلة أحوال عيون المياه في المحافظة وكيف كان أثرها على حياة الناس وأعمالهم في الماضي حيث كانت المدينة تحتضن ما يقارب 365 عين ماء كعدد أيام السنة وكان الناس يتفاخرون باستطاعتهم بالطفيلة الشرب كل يوم من نبع ماء جديد تقريبا لغاية النهاية السبعينات أو بداية الثمانينات كان يوجد في الطفيلة ما يقارب 365 عين يعني تقريبا كل قرية في محافظة الطفيلة كانت تشرب من عين أو من عينين أو من ثلاثين كان اعتماد الناس على المياه الينابية لغاية بداية الثمانينات أو منتصف الثمانينات لما وصلت المياه من منطقة الحرير ومن نجل ومن زبدة كان اعتماد الناس في الري في الشرب في المزروعات الأغنام وكله على المياه الينابية كانت هذه القرية قرية عابل نموذج في الزراعة في زراعة الفواكه بالخضار وجميعها كانت هذه الماء غزيرة جدا أجد سلط المياه أو سلط المصادر الطبيعية حفروا المي على الساسية قووها كمان أقوى من هيك فطلعت المية سووا بركل المية ومشكورين على كل حال لكن بعد فترة صارت تتلاشاء المية وتنزل 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 من الثمانينات ولحد الآن ما في مية أصبحت الخضار وأصبحت الأشجار المثمرة حطام لا يستفاد منها نهائيا تراجع معدلات الأمطار خلال السنوات الماضية وازدياد مشكلة الجفاف بالإضافة إلى العوامل البيئية والبشرية التي كانت سببا لتراجع تدفق المياه في الينابيع الطبيعية وتأثر القطاع الزراعي جفت الينابيع نتيجة سنوات الجفاف المتتالية من سنوات طويلة وما بقي منها أصبحت أقل من النصف تقريبا عادة حياءها من جديد صعب جدا في ظل سنوات الجفاف المتتالية إلا أنه ممكن إجراء بعض الصيان والإصلاحات داخل حرم الينابيع لإصلاحها ومن ثم ممكن استخدام الأنابيب لري الأشجار وتبطين القنوات لتخفيف الفاقد والتبخر والاستفادة قدر الإمكان من كل قطرة ماء تناقص المساحات الزراعية في المحافظة بشكل لافت ينذر بخطر يعمل المزارعون على مواجهته وتفاديه بإيجاد حلول تسهم في إحياء هذا القطاع المهم في المحافظة وإقليم الجنوب عبد المهد العواجين رؤيا موسيقى موسيقى موسيقى